طيب قول لي بقى ما أنا كنت عايز الزمالك ولا الرجاء لا كل الفرق عندنا كنا عايزين اللعب نادي الزمالك شعلا؟ اه ليه؟ عشان نعرفين اللي هو هيبقى نادي الزمالك فأحسن نادي الزمالك طبعا أكدتن أي ماطش فيه نادي الأهل ونادي الزمالك هو ماطش للتاريخ الحاجات دي أحلى ماطشات لعبها وأمتع ماطشات وديربي وكل الناس بتستناها وماطش كبير جدا رغم من أهدافك الكتيرة القاتلة يعني لكن دايما بحس أن علاقتك بكل الجماهير بدون استثناء جيدة يعني بيبقى فيه كرم من ربنا واضح أنت عندك حتة كرم كده وفرج من الله سبحانه وتعالى وكمان فيه حتة احترام من الجماهير التانية لك حتى ما فيها جماهير الزمالك أنا بتكلم صحة ولا غلط هو ده مهم يا كابتن ممكن عشان أنا ما بحاولش إلا أنا أخد حاجة من حد أو مثلا أقول حاجة مش في حد أنا دايما مقتنع أن طول ما أنت محترم أنت بتحترم نفسك فالناس هتحترمك فأنا بشوف اللي ده الصح اللي أنت تبقى لعيب كرة بس اللي أنت تبقى مركز في شغلك بس يعني ده الأفضل ده الأفضل أنت لو بص يا كابتن حاجة لوحيدة اللي ما تتعملش معاه مشكلة في حياتك وانت بتلعب كرة الجماهير الجماهير تعملش معاه مشكلة طبعا دايما وانت بتلعب كرة خليك زاكي خليك أنت عندك شغل في الملعب نفزه وعمل اللي عليك وسيب الجماهير هي دايما تتكلم عليك